افتتح وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق بالتعاون مع تحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي والشركة القابضة للصناعات الغذائية معارض أهلا مدارس بمنطقة السواح في القاهرة أكد وزير التموين أنه يتم طرح السلع بتخفيضات تصل إلى 30% موضحا أنه يتم تطوير شكل معارض أهلا مدارس بما يفيد أولياء الأمور والطلباء والمدرسين من خلال تخفيض الأسعار بشكل مستمر بالإضافة إلى توفير السلع في 1060 منفذا استهلاكيا أضف الوزير أيضا أنه تم الاتفاق على إقامة معرض دائم في معظم أحياء محافظة القاهرة